وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36379 أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8247 منذ بدء العدوان في حين لا يزال الألاف من الضحايا تحت الأنقاض مشيرة إلى أن القوات الاحتلال ارتكبت خمس مجازر بحق العائلات في القطاع أسفلت عن استشهاد 95 مواطنا وإصابة 350 آخرين خلال الساعات الماضية اشتركوا في القناة